اشتركوا في القناة ويبلغ الجميع هذا الشهر ويعيننا على صيامه وعلى قيامه وأن يرفع ما نزل بهذه الأمة أمين نتكلم بإذن الله تعالى عن الصيام أولا نريد نعرف الصيام الصيام أي عبادة يقول الشيخ بن عثمين رحمه الله تعالى إذا أردنا أن نعرف العبادة لابد أن نقول هي عبادة يعني الصلاة لابد أن نقول الصلاة عبادة تتضمن أقوال وأفعال مخصوصة ونقمن التعريف لابد من هذا الضابط لأن الإنسان إذا أمسك عن الطعام والشرام ولم ينوي كان الصيام ضابط إذن في أي تعريف من التعريف الشرعية لابد أن نذكر التعبد لله أو نذكر في آخر التعريف نقول بنية إذن الصيام هو التعبد لله سبحانه وتعالى يعني لابد من الإخلاص التعبد لله سبحانه وتعالى بترك الطعام والشراب وسائل المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس يعني من أذان الفجر إلى أذان المغرب إذن هذا معناه أن الصيام يقوم على ركنين يقوم الصيام بناء يقوم على ركنين الركن الأول النية الركن الثاني الإمساك عن الطعام والشراب لو نوى ولم يمسك عن الطعام والشراب والمفطرات الصيام باطلة الصيام باطلة لو أمسك عن الطعام والشراب وسائل المفطرات ولم ينوي إذن الصيام باطلة طيب نتكلم أولاً عن النية النية القسم إلى قسمين نية فرض ونية نفع نية الفرض لابد أن تكون النية في صيام الفرض قبل أذان الفجر ونحن الآن مثلاً أسأل الله سبحانه وتعالى البلغني ياكو في رمضان الآن نحن رمضان الآن على ما يعني اتضح الآن يوم الجمعة بإذن الله تعالى نحن من الآن كل واحد منا ينوي صيام الشهر كاملاً فيقول الشيخ بن عزيمين رحمه الله تعالى هذه النية تكثر كل الشهر والنية محلها القلب والتلفظ بها بدعاً لا يمكن يقول اللهم أن نويته أن نصوم في هذا العام 1441 شهر رمضان المبارك في دولة كلا في عدان الفجر من كذا إلى كذا لا النية محلها القلب وتكفي الآن النية نوينا أن نصوم هذا الشهر في هذا العام بإذن الله تعالى والنية محلها القلب إذن نية الفرض لابد أن تكون قبل الفجر أما نية النفل يصح أن تكون في أي ساعة من النهار لكن لا يحسب ما لم يأتي بمفطن من الفطران لكن لا يحسب الأجر إلا من عقد النية ولهذا الأولى بالمتنفل أن يعقد النية في أول النهار حتى يحسب له الأجر مثال استيقابتنا الساعة الخامسة مثلاً قبل الصلاة الفجر ولم أنوصيها ثم صليت الفجر وبعد الفجر بثلاث ساعات نويت أن أصوم هذا اليوم لله تعالى نفلاً يصح يصح ما لم يأتي على الصائم بمفطن ما لم يأكل أو يفرض طيب إذن تكلمنا عن النية وقلنا النية تنقسم إلى قسمين نية فرض ونية نفل وتكلمنا عن الصيام ما هو الصيام قلنا هو عبادة يعني لابد من إخناص لله سبحانه وتعالى وتنوي أن هذا لله سبحانه وتعالى التعبد لله سبحانه وتعالى بترك الطعام والشراب وسائل المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس يخواننا عندنا تنبيه مهم لي ولكم للجميع الآن لا تعذب صيامك للبطلاء نحن عندنا كبار العلماء شيخاً الشيخ عبد المحسن العباد الشيخ بن عثيمين هؤلاء العلماء نأت منهم على العقيدة نأت منهم على المعتقد لو جاءتنا فتوى من الشيخ بن باز من الشيخ بن عثيمين من الشيخ مثلاً الفوزان حفظه الله هذه الفتوى نقبلها في العقيدة فما بالنا الآن فتوى بدخول وقت الفجر لأن هناك من يشكك في وقت الفجر ويأكل حتى بعد أن لن الفجر يا أخي لا تعبد صيامك للبطلاء فأنت الآن تمسك من أذان الفجر إلى أذان المغرب طيب فأنت الآن ترجمة نانسي قنقر